دعونا نبدأ القراءة قبل ما نبدأ القراءة اذا انتم مشتركين بالقناة اشتركوا و اشتركوا لايك اذا اعجبكم الفيديو وتركوا لي ارائكم بخانة التعليقات بداية برج الحمل نبدأ بطاقتك العامة خلال هذه الفترة برج الحمل هذه الطاقة ممكن تكون عامة ممكن تكون عاطفية على الاغلب انا اشوف هي طاقتك العامة حاليا اللي مسيطرة عليك تقريبا الطاقة العاطفية بالفترة الحالية برج الحمل اشوف انه انت ممكن تكون منعزل يعني مو نغلق على نفسك خلال هاي الفترة بسبب احباطات مريت بها بالماضي انت مثل ما قلت لك هنا انت منعزل انت بطاقة الهرم الطالع انت منعزل حاليا قاعد تراجع نفسك ممكن او حتى تراجع علاقة انت مريت بها بالسابق عندك نوعا ما زعل اشوف انه ممكن او وراح نوضحها اكثر بالقراءة العاطفية بس بداية يعني اكو عندك زعل من شخص هذا شخص اشوف بالفترة الحالية هو عرف غلطة وقاعد يحاول انه يرجع مرة ثانية يصالحك خلال هاي الفترة بس قاعد اشوف انه انت غالق عليه تقريبا كل الطرق ومرا يتنطي فرصة ثانية ومنعزل عنها تماما لان اكو زعل صاير بناتكم زعل كبير اما بالنسبة لطاقة الشخص نفسه اللي وراك اكو شخص هنا دا يحس شعور انه بالخسارة بالفقدان عدم الثقة بالنفس هذا الشخص اشوف ممكن انه كانت اكو افكار سلبية بباله مسيطرة عليها خلال الفترة سابقة وهذا الشي خلاه من قد ما هو يعني افكار اكو سلبية بباله او اتهامات او شكوك حتى اتجاهك هذا الشي خلاه يخسرك تماما هو دا يحس باحساس الفقدان لاحتياج العاطفي نفس الوقت قاعد اشوف انه كانت عنده شكوك بباله او مشاكل او ممكن حتى يكون مضع مقيد هذا الشخص بس الفترة الحالية قاعد اشوف عنده تحرر اتحرر من افكار سلبية اتحرر من ممكن دراما كان عايشها هو بينه وبين نفسه الفترة السابقة وحاليا بلش يحس بخسارتك هو ندمان دا يحس انه هو فقد شيء يعني شون اقولك انت مشنت شيء بسيط بحياته هو اكتشف هذا الشيء متأخر بعد ما انت انسحبت من العلاقة وصار عندك نوعا ما ملل بسبب الاغلاط اللي هذا الشخص دائما يكررها نفسها ويرجع بعدين يعتذر فاشوفك قافل عليه الطريق وما متقبل اي اعتدار من عنده بالفترة الحالية هاي جينا على طاقتك العام حاليا خلي انبلش القراءة على الصعيد العملي اشوفك يا برج الحمل على الصعيد العملي والصعيد المادي اكو عندك امور هواية معلقة واقفة مكانها ما قاعد تتحرك تتحس انه شغلك ما قاعد يتقدم قاعد يتراجع بالعكس الى الوراء عندك نوعا ما تعب وقلق على الصعيد العملي البعض من عندكم اشوف ممكن انه انت شنت منتظر او حاليا انت منتظر تواصل يخص امور معرقلة صار لها فترة طويلة اكو عندك اما خبر منتظرة او شغل متعرقل صار لها فترة هذا الخبر ما قاعد يوصلك واكو تأخيرات واحباطات مؤثرة عليك هاي الفترة اشوف ممكن انه خلال الاسبوع الثاني من الشهر السادس يعني هذا الشهر اللي احنا به اكو تواصل سريع راح يوصلك ممكن يكون يوم ثمانية بالشهر التواصل راح يكون يخص وضع مادي ايضا البعض من عندكم اشوف انه هو ممكن داخل بشراكات بس هاي الشراكة اللي هو بها اكو بها طرف متلاعب نوعا ما اكو تلاعب شوية احس اكو كذب من ناحية شخص موجود وياك بالعمل نفسه او ممكن حتى يكون هذا الشخص اللي انت منتظر من عنده خبر هو نوعا ما صار لفترة مختفي وما منطيك خبر ولا شون منقول يعني شارح لك انه العمل وين قاعد يتقدم هاي الناس اللي عندهم شراكات على الصعيد العملي فاشوف اكو بعض التأخيرات على الصعيد العملي خلال هاي الفترة بس النصف الثاني ان شاء الله او حتى من الاسبوع الثاني راح تبلش الامور شوية تتحرك خاصة الناس اللي عندها شغل من الخارج او منتظر خبر من شخص بالخارج اشوف ان شاء الله خلال الاسبوع الثاني او حتى ممكن نقول النصف الثاني من هذا الشهر اكو اخبار راح توصلك تخص عملك للناس اللي عندهم مثلا بضاعة وبالخارج حاليا ما قاعد توصل للعراق او انه حتى مشرط العراق سوان كنس انتب اي دولة بدا اشوف اكو تأخيرات على صعيد عملي منتظر خبر من شخص من الخارج الخبر راح يوصلك ان شاء الله الاسبوع الثاني انتهينا من الوضع العملي شرحناه بصورة سريعة خلي نحول على الوضع الصحي الوضع الصحي اشوف البعض من عندكم صار لفترة تقريبا اسبوعين او شهرين قاعد يعاني من مشاكل تخص منطقة العين والرأس وهي الفترة اشوف انه انت راح تبلش تتحرك على هذا الموضوع عندك مراجعة للطبيب وبخصوص موضوع قلت لك ممكن يخص العين او منطقة الرأس بصورة عامة جبين واعلى ممكن البعض منكم يعاني من صداع صار لفترة وهو شوية هذا الموضوع ما منطيه اهتمام والبعض الثاني اشوف انه التفكير والحالة النفسية اللي انت بها حاليا قاعد تأثر على وضعك الصحي بصورة كبيرة خاصة للناس اللي عندها مشاكل بالعمل او مشاكل حتى مادية خلال هاي الفترة اللي دا نمر بها الامور كلها متعرقلة فاشوف وهذا التعب النفسي قاعد يترجم وبصورة جسدية عليك فعندك تعب من شدة التفكير تفكيرك هوايا هوايا قاعد تفكر بهاي الفترة فهذا الشي مخليك ممكن اول اسبوعين راح تعاني من الام بالرأس سواء كان صداع او حتى الام تخص منطقة العينين بصورة عامة عموما ما اشوف انه اكو وضعي خوف ان شاء الله تعدي على خير ممكن انت تحاول تراجع خلال هاي الفترة طبيب اذا كانت عندك مشاكل بالاماكن اللي قلتلك عليها بالنسبة للأوضاع العائلية طبعا الاوضاع العائلية قاعد اشوف ممكن البعض من عندكم صار لفترة اربع شهور او ثلاث شهور نقول اربع شهور بصورة عامة اكو مشاكل بالعائلة بالبيت قاعدة تصير خاصة الناس اللي متزوجين اشوف وعدهم مشاكل صار لهم فترة اربع شهور اكو نوع من الاحباط اكو شخص زعلان من عندك او انت حتى زعلان منه لان اكو طاقة زعل عد برج الحمل خلال هاي الفترة فاشوف اكو مصالحات اشوف الامور راح ترجع الدور لصالحك هنا طلعت الويل اوف فورتشن بالاوراق بالاوراق العامة وايضا بالتوضيحات رجعت طلعت لنفس الورقة فعجلة تلحظ قاعد دور وياك خلال هاي الفترة اكو صلح اكو امور كانت واقفة راح تبلش تتحرك خلال الفترة الجاية يعني خلال هذا الشهر ان شاء الله اكو امور هواية راح تبلش تتحرك عجلة تلحظ وياك يعني اكو مثل ما نقول يد من السماء ممتدة اليك حاليا تساعدك وتسهل عليك امورك خاصة على الصعيد العائلي بالنسبة للناس المتزوجين وبينهم مشاكل او حتى بينهم زعل انفصال اشوف الامور راح تبلش تتصلح مرة ثانية العجلة راح ترجع الدور بكم والناس اللي عندها زعل او مشاكل بالبيت اشوف اكو فترة راح تمر فترة هدوء تكون وبها فترة صلح ايضا اما بالنسبة للصعيد العاطفي اللي تقريبا تسعين بالمية من اللي دايشوفون البرج حاليا هم دايشوفوه على مد الصعيد العاطفي اذا تحبون اسويلكم قراءة خاصة عاطفية فقط لكل برج قتبولي بخانة التعليقات واذا شفت ان انتوا رايدين هذا الشي راح ابدي ازللكم الابراج بس على الصعيد العاطفي فقط لان اكو ناس ميهمها الصعيد العملي اللي يهمها كلها هو الصعيد العاطفي عموما على الصعيد العاطفي البرج الحمل اشوفك يا برج الحمل انت بالفترة الحالية قاعد تحاول تبين انه انت قوي نوعا ما انه انت ما مهتم انت واقف على حيلك وما عندك مشاكل بس انت بداخلك منهار تماما يعني انت اللي يشوفك من البرا يحس ان انت انسان ما مهتم ما عندك اي مشاكل الوضع اللي انت بيه حاليا مهمك او حتى ممكن انت مصدر هذا الوجه للشريك حتى سيعرف انه انت ما مهتم وبعدها ما مؤثر عليك او حتى الزعل اللي بينكم ما مؤثر عليك اساسا بس انت بالحقيقة البرج المنهار قاعد اشوف انه انت بفترة مراقبة حاليا بفترة انتظار وده تحاول تبين قوي يعني انت اللي يشوفك بالوجه يقول انه انت ملك العصي او ملك النار بس انت بداخلك البرج المنهار فاشوف انه انت حاليا ممكن اكشفت سر لان حتى هنا اشوف اكو سر كشفته عن الشريك اللي موجود وياك حاليا او حتى اللي انفصلت عنه صارلك فترة وهذا الشي خلاك تنهد او ممكن تكون اكو اشخاص ادخلت او اطراف خارجية ادخلت بالعلاقة وهي اللي سببت المشكلة اشوف اكو اقنعة هواية انزالت من على الوجوه وانت حاليا مثل يعني تعرف ناسك اللي موجودين حواليك هم وشنو وانت مثل احسك هنا قاعد تقولي هاي الورقة انه انا بعد محد ما راح يقدر يخدعني صارت اعرف الناس صارت اعرف كل شخص على حقيقته بعد ما انخدع بالناس لان انت هنا طالع من صدمة كلش كبيرة هاي التور مو صدمة طبيعية صدمة كبيرة بس لازم تعرف انه ورقة التور هي ورقة مجرار كانة فتسعة وتسعين بالمية هي تتحقق هاي اولا ثانيا هاي التغييرات تكون تغييرات مو بدل الانسان رب العالمين هو اللي يخلي هاي الصدمة تمر بحياتك لان اكو بعدها وضع احسن اكو تغييرات شاملة يعني اكو فترة تماما من حياتك بلشت تنتهي او درست شان لازم تاخذه انت اخدته والفترة الجاية راح تكون حتى ما تكرر هذا الغلط مرة ثانية فهذا الانفصال اللي صار او حتى الشخص اللي كشفته انت على حقيقتك كان لازم يصير رب العالمين هو اللي كان رايد انه هذا الشي ينكشف وراح يكون لصالحك اما بالنسبة طاقة الشخص نفسه قاعد اشوف انه هذا شخص عنده مشاعر التجاهك هو اكو حب بيناتكم والحب موجود وهو حاليا قاعد يحاول يتواصل وياك ممكن يتواصل وياك روحيا او حتى يتواصل وياك اساسا لان هنا قاعد اشوف هو عنده تردد شوية من التواصل بس راح ياخد القرار ان هو يرجع يتواصل وياك البعض ملكم هذا شخص اتواصل وحاول يعتذر بس هو قاعد يحس انه انت كلش متباعد يعني هو امراقبك من بعيد حاليا امراقبك ويحلم بيك حتى او انت ممكن قاعد تحلم بيك اكو تواصل روحي بيناتكم جدا عالي ولكن التواصل الحقيقي مو انقطع اشوفه انت ممكن ما قاعد تنطي فرصة لهذا الشخص لانه هذا الشخص اساسا قاعد اشوفه هنا اه هو دا يحاول انه يعتذر هو جاي واقف منتظر اشارة منك منتظر خطوة البعض منعدكم هذا شخص ممكن يكون من الماضي انت منفصل عنه سابقا وهو هسا دا يحاول يرجع بحياتك مرة ثانية بس انت تقريبا وصلت مرحلة ملل من العلاقة او انه هذا شخص سابقا تعبك هواية فلهاي سبب انت عندك مخاوف انه انت ترجع هاي العلاقة مرة ثانية هسا بما انه قرينا طاقتك وطاقة الشريك خلي نفصل الوضع العاطفي اكثر طبعا اشوف انه انت مثل ما قلتلك انت عندك نوعا ما ملل انت العلاقة هذي ممكن كان بها تلاعب لان هنا عندي ورقتي ان طلعت لي نفس هي ورقة الساحر يعني هنا شوفو اذا تشوفون هاي الاوراق وضحتها اني على نفس الورقة طلعت الورقة نفسها فتا تقولي انه انا بنفس المعنى طالع ممكن هذا الشخص سابقا كان عنده نوعا ما تلاعب بالعلاقة وانت كشفت هذا التلاعب ممكن تكون الاغلبية من عندكم الموضوع يخص مشكلة يعني شغلة اخلاص او وفاء بصورة عامة فاللي اشوف انه اتعرضت انت سابقا ممكن الكذب من هذا الشخص غداع او حتى البعض من عندكم اتعرض الخيانة خاصة اذا كان هذا الشخص من برج الجوزاء او برج السرطان والاقرب هنا عندي برج الثور حتى ما انسى الابراج برج الحوت ايضا موجود هنا اكو شخص ممكن يكون برج الحمل مثلك وبرج الثور طالع مرتين والاسد فاللي قاعد اشوفه انه هذا الشخص مثل ما قتلك هو سابقا خداعك اكو كان عنده نوعا ما خداع بالفترة الحالية انت ممكن قاعد تستشفي من الجرح اللي هذا الشخص سببلك يا انت ما اخذ رست انت الطاقة العامة اليك اشوف اكو تباعد انت حاليا مون غلق على نفسك قاعد تراجع الاشياء اللي مريت بها سابقا وانت فعلا محتاج هذا الرست انا هسا ما اقولك اخذ خطوة انه انت ترجع لهذا الشخص لان انت محتاج رست انت فعلا محتاج هنا رست محتاج تستعيد توازنك لان اشوف توازنك تقريبا مختل انت هاي العلاقة سابقا ممكن كانت هواية تحاول تحافظ عليها لكن وصلت المرحلة بسبب خداع من هذا الشخص انه انت حاليا ما عندك الرغبة انه انت تستعيد هاي العلاقة او ترجع تشتغل على هاي العلاقة اللي اشوف انه انت ممكن تحاول انه تنسى هذه الصفحة اللي كانت بحياتك وهذا الشخص تماما تغلق الصفحة وتبلش بداية جديدة لان هنا عندك ورقة الثلاث موجودة فانت دا تحس ان انت محتاج التغيير جذري دا تحس ممكن المشاعر اللي بينكم وان كانت موجودة عندك ولا هنا دا اشوفك ان انت دا تحاول تتجاهل مشاعرك انت دا تحاول تتجاهل المشاعر اللي موجودة عندك اتجاه هذا الشخص او حتى اتجاه العلاقات بصورة عامة انت مو عاطفي يعني دا تحاول تفكر بعقلك وهذا الشيء مخليك تتخلى عن مشاعرك وبصورة عامة حاليا هذا الشخص حاليا هو مستعد انه يبدو الاقصى مجهود في سبيل انه يرجع العلاقة اللي بيناتكم لانه هذا الشخص من بعد ما انت مثل ما قلت لك بعد ما حس انه هو خسارك تماما حس بقيمتك اكو ناس متحس بقيمة الشيء اللي موجود عندها الا اذا فقدته فانت ظاهر يعني قطعت تماما نويام قطعت التواصل هو وصل مرحلة الفقدان من وصل مرحلة الفقدان حس بقيمتك وهسا دا يحاول انه يرجع العلاقة هو مستعد انه يبدو الاقصى مجهود هنا ورقة زشاري ايضا برج السرطان طلعتنا مرتين فممكن تكون تتعامل مع شخص من برج السرطان او ممكن يكون انه هذا الشخص حاليا اه راح يبدو الاقصى مجهود بده يفكر انه هو يبدو الاقصى مجهود في سبيل انه هو ينسيك الشيء اللي صار سابقا ويبدأ وياك بداية جديدة تماما يريد انه الماضي كله يموت ويبدأ من جديد صفحة بيضة انتوية بس نفس الوقت قاعد اشوف عنده نوعا ما اه التسرع هو متسرع شوية بتصرفاته ممكن عصبي زيادة عن اللزوم وممكن اخر اتصال بينك وبين التواصل ما كان بنا صار اكو تجريح بالكلام لان هنا قاعد اشوفك انه انت زعلان من هذا الشخص وايضا هنا طاقة الانفجار موجودة انه هاي الطاقة متجي الا اذا اكو شيء صار مو صدمة عادية اكو صدمة كبيرة صارت فممكن نكون هذا الشخص على فكرة طبعا هذا البرج هو برج العقرب اذا كانت تتعامل ويشخص من البرج العقرب ايضا فممكن اشوف انه الكلام اللي صار هذا شخص انفجر او انت حتى انفجرت وصار اكو تجريح بالكلام ببيناتكم التواصل متان بناء بينكم اخر تواصل فالهالسبب هو اذا يحاول انه يرجع يعتذر ممكن عن الكلام اللي قاله اللي انحس هذا الكلام خلاه يخسرك الى الابد عموما انا اشوف انه هوا راح يبذل مجهود البعض من عندكم راح يجي بصيغة جديدة مثل راح يقول انه احنا خلي نرجع ما نرجع بعلاقة خلي انرسم العلاقة نحاول انه نرسم علاقتنا او حتى انه انقوي العلاقة اللي موجودة بس انت قاعد اشوف انت دا تحس بملل انت رافض اعتدار هذا الشخص ورافض رجوع بحياتك حاليا او ممكن نقول انت مرافض وانما محبط فما تريد تنطي اجابة حاليا لها سبب انت منعزل ما تريد انه هو شون تقول انه كوش انته تماما بس نفس الوقت ما تنطي امل بالرجوع فم خليه مثل اللي متعلق لهو طايل السماء ولا هو طايل قاء هو يستاهل على فكرة ما دام بزعلك فالمهم اللي اشوف انه هذا الشخص راح يرجع الناس اللي متظره يرجوع مش شخصه من الماضي من برج السرطان او برج العقرب برج الجوزاء الدلو برج الجوزاء الدلو